دخل الإمام بن سيرين إلى أحد المساجد يقول فوجدت شابا عمره لا يتجاوز العشر سنوات واقفا يصلي وكأنه جذع نخلة من شدة خشوع فلما أكمل صلاته قلت له أقبل يا فلان ابن من أنت؟ قال أنا ولد يتيم ليس لدي أب ولا أم فقال له الإمام أترضى أن أكون لك أبا؟ قال نعم ولكن بخبصة شروط قال أوافق وما هي شروطه؟ قال شرطي الأول هل ستطعمني إذا جعت؟ قال أطعمك حتى تشبع قال شرطي الثالث هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال أسقيك حتى ترتوي قال شرطي الثالث هل ستكسيني إذا عريت؟ قال أكسيك بأي مل الثياب قال شرطي الرابع هل ستشفيني إذا مردت؟ قلت أما المرض فسأقدم لك الدواء والعلاج والله يشفيك قال شرطي الخامس هل ستحيني إذا مت؟ فقلت فأما هذا فلا فإن الموت والحياة بيد الله فتأملوا ماذا؟ قال هذا الولد قال يا هذا إذ كنت لا تستطيع أن تشفيني إذا مردت وتحيني إذا مت إذا أتركني قلت لمن أتركه؟ قال للذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطقمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين فقال الإمام لا إله إلا الله توكل على الله فكفاه الله سبحانه وتعالى